طبعاً طبعاً زي ما حراركوا عارفينه متابعين في مباراة كتيرة جداً نهاردة في الدورات الأوروبية بشكل عام تحديد الدورة الإنجليزية يتلعب أكثر من مباراة وكمان بعد حوالي أقل من نص ساعة من دلوقتي مباراة ليفر بول وأرسنال كمت في الأسبوع في الدورة الإنجليزية خلينا أقول لحراركوا النتائج حتى الآن في المباراة التي بتعبت النهاردة في الدورة الإنجليزية بتحديد موريش سيتي و تشيلسي تشيلسي فازت 3-2 في مباراة كتيرة جداً منذ لحظات انتهت مباراة برايتون و ساوث سامتون بفول ساوث سامتون بنتيجة 2-0 كريستل بلس حققت مفاجأة وفازت على منشستر يونيتد بنتيجة 2-1 ديستر سيتي كسبت شيفلد يونيتد 2-1 أيضاً وويستام فاز على واتفورد 3-1 وبعد شوية مباراة ليفر بول وأرسنال هذه المباراة المرتقبة والمنتظرة والأكيد و أنا نفسك كنت أتفرج عليها في العيالة لكن الأهمة بالنسبة لنا دايماً أخبار النادي الأهلي مباراة كانت تلعبت المباراة أيضاً في هذا الأسبوع ما بين أستومبيلا و إيفرتون وأستومبيلا فازت 2-0 في ظل مشاركة 3-0 حتى ديئة 85 لذلك كانوا المحمدي في هذه المباراة أو الفوز لأستومبيلا طيب الأهمة بقى بالنسبة لنادي الأهلي ومباراة كان فوز مهم جداً هتقول لي المباراة كده كده حسابياً خلاص يعني كده كده الأهلي كان فايدة أربعة وصعد وكل حاجة مباراة كانت مهمة من الجانب المعنوي بعد هزيمة الكاس والخروج من هذه البطولة فانت دخلت المباراة تانية لبعض العناصر الجديدة فبالتالي فيما كاسب وإجابيات مهمة أوي من هذه المباراة اللي كانت تحت من؟ تحت قيادة الكابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت لنادي الأهلي الفوز كان مهم من جانب المعنوي وكمان من جانب استعادة الثقة للاعب النادي الأهلي وكمان إشراك بعض العناصر الجديدة اللي انت أكيد هستفاد منهم بشكل كبير على مدار المرحلة الكبيرة المجبلة الأجريات بتتمثل في إيه بالضبط؟ بتتمثل مثلا في العيب زي محمود وحيد ما شاء الله عليه باكلبت محترم كويس جدا بتتطمن على هذا المركز في زل طبعا تتواجد وتقلق علي معلول اللعب الكبير جدا جدا أيضا عودية أحمد فتحي العيب ما تحسش أنه جايب لفترة طويلة يحسر أنه يحفظ هدف وقدمه براه جيدة جدا الأهم كمان حمد فتحك بص الملعب من أفضل الصفاقات اللي أبرام على النادي الأهلي على مدار سنوات كتيرة سابقة طبعا في الصفاقات كتيرة جدا نجحت وكانت مميزة لكن الأبرز في الحقيقة حمد فتح العيب مهم جدا جدا في نفس الملعب ما شاء الله عليه يقطع كور يحرز أهداف يساهم في هجمات يفسد هجمات لا الموضوع في الحقيقة جيد جدا وإداء مميز جدا من حمد فتحي أفشك أول مباراة لي كأساسي عمل مباراة كبيرة وقدر إزاي وشوفنا إزاي هو قدر يوصل ما بين خطوط الفريق بشكل مناسب ومميز وتحس أنه بقاله فترة كبيرة مع النادي الأهلي مش شاف تفديدة إطلاقا يعني طبعا الصورة اللي قدامنا دي تقلق وتواصل تقلق هذا النجم الكبير حسين الشاحات اللي يوم عن يوم ومباراة عن أخرى بيثبت تقلقه وجدارته بإرتداء الفانيلا الحمراء طبعا مشاركة متولي كانت مهمة ومميزة رغم عدم اختباره وأوقات كتيرة خلال مباراة لضعف المنافس في الحقيقة لكن موصلة صلاح محسن أو عودة صلاح محسن للتهديف والمشاركة في المباراة دي أبرز أيضا المكاسب المهمة جدا جدا في خط الهجوم فوز كبير 9-0 بتحقق أكبر فوز لك في البطولة الأفريقية وبطولات الأفريقية بشكل عام وتسترد السقة بشكل كبير جدا قبل مرحلة هتستعد فيها لكل ما هو قادم من تحديات سواء أفريقية أو محلية شكرا